مرحبا طلابي طلاب الصف السادس الاعدادي ان شاء الله تكونوا بخير وياكم الاستاذ اسيد زيد العزاوي بهذا الفيديو راح نشرح الانشاء الثاني الداخل في الوزاري من انشاءات اليونت الخامس نصائح للسائحين في العراق والآن راح نبدأ بالانشاء يعني السفر الى العراق هو رحلة العمر يعني العراق مليء بالاماكن المذهلة والغير عادية وهو ايضاً 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 الناس في العالم وهو ايضاً ارض اكثر الناس وداً واطيباً في العالم it has many wonderful places to be seen وهو يملك العديد من الاماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها انا لدي الكثير من النصائح الجيدة للسياح في العراق أولاً يجب ان تقرأ وتعرف الكثير عن تاريخ العراق لان العراق هو مهد العديد من الحضارات ثم يجب عليك ان تختار افضل شركات السفر التي تنظم الرحلات والنزهات مثل رحلة السفر اللي تعد واحدة من اقدم شركات السفر في العراق يعني يجب عليك ان تزور الكثير من الاماكن القديمة الرائعة including Babylon City من ضمنها مدينة بابل and Ur as well as the places in the north of Iraq كذلك ايضاً يعني الاماكن في شمال العراق where the spectacular views of nature and high mountains in Erbil and Suleimania يعني يجب عليك ان تزور الاماكن القديمة الرائعة بما في ذلك مدينة بابل و Ur وكذلك الاماكن في شمال العراق حيث المناظر الخلابة والجبال العالية في أربيل والسليمانية don't forget visiting the holy shrines in Baghdad يعني لا تنسى زيارة الاماكن المقدسة أو المزارات المقدسة في بغداد in addition to that بإضافة لذلك you should visit the Iraqi National Museum المتحف العراقي الوطني the Baghdadi Museum المتحف البغدادي go to Azawa Park هنا عدنا الزورة بالنهاية مودي A يعني يكون عدنا double A مارتياً A بالنهاية هاي بالطبع صايرة خطأ الزورة Park to enjoy the entertainment للي يعني المتعة أو الاستمتاع بالتسلية and go for a walk along Abnuas Street وأيضاً الذهاب للتمشي على طول شرع Abnuas last but not least أخيراً وليس آخراً you should eat some delicious Iraqi food like grilled kebab يعني أخيراً وليس آخراً يجب عليك أن تأكل بعض الأطعمة العراقية اللذيذة مثل الكباب المشوي البرياني يعني البرياني and السمك المزقوف والسمك المزقوف and don't forget to bring a camera to keep your memories in your back يعني لا تنسى أن تجلب كاميرا لكي تحفظ ذكرياتك في العراق هذا كان إنشاء اليونت الخامس الثاني والداخل في الوزارة إن شاء الله تكون استفادئتوا من الفيديو وانتظروني دائماً في الفيديو الجديد اشتركوا في القناة